تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجددا مع تقويم جديد متوقع في الرياضيات بالنسبة للفصل الأول وهذا هو النموذج الخامس تابعوا القناة حتى تجدوا الاختبارات المتوقعة الأخرى وفي كل المواد أيضا تابعوا معي للأخير سأشرح لكم هذا التقويم بالتفصيل لدينا التمرين الأول أنجز ما يلي الحصر بين عددين طبيعيين متتاليين 9 على 10 هي معناها 9 على 10 هو عدد صغير جدا رهو 0 فاصل عندما نقسم 9 على 10 تعطينا 0 فاصل إذن بين عددين طبيعيين سيكونان هما الصفر والواحد عدد طبيعي زائد كسر أصغر من الوحدة 19 على 5 يجب أن نبحث على كسر تكون نتيجتها عدد طبيعي 19 على 5 نستطيع أقرب عدد لكسرين تام تابعوا معي 19 على 5 هادينا 19 على 5 نستطيع أن نكتبها 15 على 5 زائد 4 على 5 15 على 5 هي 3 15 تقسيم 5 هي 3 زائد 4 على 5 إذن هنا هكذا تساوي 3 زائد 4 على 5 التحويل من المتر إلى الديكامتر لدي هنا جدول للأطوال 12 متر المتر خانته هنا كم يساوي من الديكامتر خانة الديكامتر تتوقف هنا 1 باصل 2 1 نواصل التمرين الثاني إليك العدد 65 مليون و 854 ألفا و 103 أكتبه بالحروف تابع معي كيف نكتبه أنا أحبه خمسة وستون مليون وثمانمئة تمانمئة وأربعة وخمسون ألفا ومئة وثلاثون هكذا عين عدد الملايين في هذا العدد عدد الملايين ما قالش رقم الملايين العدد هو مجموع من الأرقام تابع معي وحدة عشرات مئات آلاف عشرة الآلاف مئات الآلاف هنا منزلة الملايين ملايين وعشرة الملايين الملايين ونأخذ كل المراتب التي بعدها عدد الملايين هو خمسة وستون أحصره بين عددين مئات آلافهما متدالية مئات الآلاف هي التي متدالية تابع معي كيف يكون ذلك الحصر معناها نكتبه في الوسط ومئة وثلاثون أين هو مئات الآلاف؟ وحدة عشرة مئات آلاف عشرة الآلاف مئات الآلاف نكتب نفس العدد من هذه الجهة بعد ما نازل المئات الآلاف نحولها أصفر خمسة وستون مليون وثمانمئة ألف الجهة الثانية نضيف لها مئة ألف لأنه قال بين مئات آلاف متدالية نضيف مئة ألف لهذه الجهة تصبح خمسة وستون مليون وثمانمئة ألف هذا هو الحصر بين مئتي آلاف متدالية التمرين الثالث في مدرسة مئتين وربعين تلميذ يمثل عدد الإناث ثلاثة أخماس تلميذ المدرسة وحسب عدد الإناث الإناث تمثل ثلاثة أخماس المدرسة قد لكم دوما عندما يعطينا كسر نضرب في البصل ونقسم على المقام إذن حتى نحسب مئتان وأربعون هكذا نوضح التمرين مئتان وأربعون ضرب ثلاثة صفر إثنى عشر ستة والواحد سبعة سبع مئة وعشرون سنقسمها على خمسة سبعة تقسيم خمسة واحد ننزل إثنان ثلاثين وعشرين تقسيم خمسة أربعة أربعة في خمسة عشرون تبقى إثنان عشرون تقسيم خمسة أربعة إذن عدد الإناث مئة وأربعة وأربعون ما هو عدد الظكور؟ المدرسة فيها مئتين وربعين البنات مئة وربعين الباقي هما الظكور لما نقسم ننقص عدد تلاميذ المدرسة مئتين وربعين نقص لهم الإناث مئة وربعين نجد الظكور عشرة ناقص أربعة ستة أربعة عشر ناقص خمسة تسعة سفر إذن عدد الظكور ستة وتسع إذا أردنا أن نتحقق نجمع عدد الإناث مع عدد الظكور نجد كل تلاميذ المدرسة مئة وربعين زائد ستعطينا مئتاني وأربعون نمر للتمرين الرابع يقول التمرين الرابع ما نوع الشكل هذا ما نوع الشكل A, B, C, D هذا الشكل هو معين ما نوع الشكل A, O, B A, O, B هذا مثلث قائم ماذا نقول عن المستقيمين A, O, K A, O, K نقول عنهما متعامدان متعامدان هذا يعامد هذا يشكلاني زاوية قائمة الوضعية الإدماجية لاحظ معي أراد أبوكا طلاء غرف المنزل فاشترى ستة أدنان من الطلاء سعر الدن الواحد ألف وتسعمائة دينار كما شغل ثلاثة عمال لمدة خمسة أيام حيث أجرت العامل الواحد في اليوم ألف وخمسمائة دينار وحسب ثمن كل الأدنان هو اشترى ستة أدنان الواحد بألف وتسعمائة بكم كل الأدنان ستة نضربها في ألف وتسعمائة هكذا تابعوا معي ألف وتسعمائة ضرب ستة سفر سفر أربعة وخمسون ستة والخمسة إحدى عشر إذن إحدى عشر ألف وأربعمائة دينار جزائري هذا ثمن كل الأدنان أجرت كل العمال هو جاب ثلاث عمال يعملون لمدة خمسة أيام أجرت العامل الواحد في اليوم الواحد ألف وخمسمائة ثلاثة ضرب خمسة خمسة عشر خمسة عشر نضربها في ألف وخمسمائة لماذا؟ ثلاثة عمال هذو رغم عمله خمسية إذن والأجرة العامل الواحد في اليوم الواحد ألف وخمسمائة وهم خدموا خمسية يجب أن نضرب ثلاثة في خمسة في ألف وخمسمائة ثلاثة في خمسة خمسة عشر في ألف وخمسمائة هكذا ألف وخمسمائة ضرب خمسة عشر نضرب في الخمسة أولاً صفر صفر خمسة وعشرون خمسة والإثنان سبعة نضع النقطة ونضرب في 1 0 0 5 1 0 0 5 12 1 22500 هذه هي أجرة كل العمال وحسب تكلفة الطلاء كم كلف هذا طلاء المنزل؟ كلفه هذه الأدنان ومصاريف العمال نجمة 11400 زائد 22500 9 3 3 أجرة أو تكلفة الطلاء 33900 دينار إذن بهذا الشكل السريع والمختصر قد شرحت لكم هذا التقويم أتمنى أن أكون قد أفتكم في آمان الله تابعوني ما زال هناك الكثير من التقويمات المفيدة بإذن الله